مرحبا أصدقاء العزاء وصلنا إلى الدرس الخامس والثواني مع كلمة مهمة جدا كلمة بت سوف نتعلم استخدامها في أمثلة وأهم المراد فقط في دقيقتان أما الآن أضغط على عجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تسرق جميع الدروس وركز معي جيدا حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات من هذه الحلقة كلمة بت تأتي بمعنى قطعة أو جزء أو مسحة أو لقمة كلمة بت لنتعلمها الآن في أمثلة المثال الأول هل يمكنك التحرب قليلة؟ حاول كتابة هذه الجملة لتحفظها جيدا وكررها بصوت عالي خمس مرات حتى تتقنها بالشكل جيد نأخذ المثال الثاني مرت علينا كلمة بست سابقا في دروس السابقة وهذه الكلمة كلمة جديدة كلمة بت هذا أفضل جزء من اليوم نكررها معي الآن هذا أفضل جزء من اليوم هذا أفضل جزء من اليوم نأخذ المرادفات الآن أهم المرادفات هي كلمة بيس بيس قطعة سيجمانت قطعة بورت جزء سكشن تأتي بمعنى قسم أو جزء حاول الآن كتابة جملة مستخدما كلمة بت فيها استخدم كلمة بت في جملة اكتب هذه الجملة أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد منها الآخرون أيضا شكرا لك على المتابعة استمرت لمثاورة تعلم اللغة الإنجليزية وانتظرنا في الحلقة القادمة السادسة والثمانين مع كلمة مهمة جميلة جدا كلمة بلاك بلاك سوف نأخذها مع أمثلة ونشرحها بالتفصيل إلى اللقاء